اشتركوا في القناة تجارب ودية قلال المعسكر حيث سيواجه فريق الشباب بنادي صحم يوم الخميس ثم يخوض تجربته الثانية قبل مغادرة المعسكر مع السلام وتحديدا يوم الأحد في الثاني من الشهر المقبل ويعد هذا المعسكر الذي سيمنح الجهاز الفني للعبين إجازة لإقضاء إجازة عيد الفطر السعيد تمكن فريق الطيران العماني من الفوز بكاس الجولة الأولى وتحقيق أول انتصارات في افتتاحية الموسم الجديد من بطولة جي سي 32 الدولية للبحار الشرعي والمقامة في شواطئ مدينة فيلاسيمينيوس على الطرف الجنوبي الشرقي لجزيرة سردينيا الإيطالية وجاء الفوز بعد منافسات قوية خاضها الفريق ضد عشرة فرق للبحار الشرعي عبر قوارب جي سي 32 فائقة السرعة حيث أظهر طاقم فريق الطيران العماني قدرات عالية في التحكم بالقارب وسط ظروف مناخية متغيرة وسرعات رياح عالية إضافة إلى التنافسية الحامية بين الفرق ليتمكن بعدها من التتويج بالمركز الأول وحصد أول تسع نقاط من البطولة عالميا تويج الزمالك المصرية بلقب بطل مسابقة كاس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأول مرة في مسيرة إثر فوزه على ضيفه نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح وبعد فوزه في لقاء الياب بهدف دون رد وسجل محمود على هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاه في الدقيقة الخامسة والخمسين وكان نهضة بركان فاز ذهابا بهدف وحيد ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للزمالك بخمس ركلات مقابل ثلاث اشتركوا في القناة هو نادي الزمالك زمالكاو الأخر ينفع عمري يعيش نادي الزمالك أحسن نادي في مصر إلى إيطال حيث تهل أطلنطا وإنتر ميلان إلى دورية أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد محسم المركزين الثالثة والرابع في الدور بفوز الأول على ساسولو بثلاثة هدف لهدف والثاني على إمبولي بهدفين لهدف حقق أتلنطا أنجازا تاريخيا بتأهله لبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعدما اقتنص المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 69 نقطة وبفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف على ضيفه ساسولو في المرحلة الثامنة والثلاثين والأخيرة من المسابقة وسيطر أتلنطا مبكرا لكن ساسولو تقدم من هجمة مرتدة اذ مرر ألثرت دانكان الكرة بكعب القدم إلى بيراردي ليهز شباك وأدرك زباة تعادل في الدقيقة الخامسة والثلاثين ليضمن اللاعب الكولومبي المركز الثاني في قائمة هدفية دوري برصيد 23 هدفا وبعدها وضع لخاندرو جوميز قاعد تلنطا فريقه في المقدمة بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني وحسم ماريو باتشاليتش الفوز بضربة راس بعد تمريرة جوميز العرضية في الدقيقة الخامسة والستين يتأهل تلنطا للمرة الأولى في تاريخه إلى المسابقة الأعرق على مستوى الأنذية في أوروبا ولحق انتر بأتلنطا في قائمة المتأهلين للمسابقة القارية عقب انتزاعه فوزا صعبا بهدفين لهدف من ضيفه إمبولي ووضع المهاجم الدولي السنغالي كيتابالدي الذي حل بديلا في الشوط الثاني فريق انترنسونالي في المقدمة بعد مرور ست دقائق على بداية الشوط الثاني قبل أن ينال مارو إيكاردي ركلة جزائن لأصحاب الأرض ليتصدى لها الحارس البولندي إدراجو بيسكي بعدها أصابت حالة من الدهشة جماهير الإنتر بعد أن تمكن إمبولي من تزييل هدف التعادل في وسطة حامل جونيور تراوري الذي ترك بدون رقابة ليهز الشباك في الدقيقة السادسة والسبعين وهي نتيجة كانت ستنقذ إمبولي وتتسبب في ضياع فرصة انترنسونالي في إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل لكن نايغولان تمكن من تزييل الهدف الثاني إثر ارتداد الكرة إليه عقب الصدام تزيدة ماتياس في سينو بالقائم قبل تسع دقائق على النهاية وأخفق ميلان في السعود لدوري الأبطال رغم فوزه بثلاثة أهداف لهدفين على مضيفه إسفال حيث حصل الفريق اللومباردي على المركز الخامس برصيدة 68 نقطة يتاهل إلى مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي وسجل أهداف ميلان كل منها كان أوغلو في الدقيقة الثامنة عشر وفرانك كيسي هدفين في الدقيقتين الثالثة والعشرين وسادسة والستين على التوالي بينما سجل هدف إسفال كل من بيكاري في الدقيقة الثامنة والعشرين ومحمد فارس في الدقيقة الثالثة والخمسين من عمر المباراة النتيجة قادت ميلان للتأهل إلى دوري الأوروبي بعد إنهاء الموسم في المركز الخامس ونبقى في إيطاليا حيث نفى نادي أوفينتوس صحة التقارير عن نيته التعاقد مع الإسباني باب كوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لخلافة ماسميليانو إليغري الذي سيرحل عن الفريق نهاية الموسم بعدما قاده إلى لقبه الثامن تواليا في الدوري المحلي لكرة القدم بطل الدوري الإيطالي ينفي صحة التقارير عن نيته التعاقد مع كوارديولا يوفينتوس يؤكد أن المدرب القادم لليوفي ليس مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي المدير الرياضي ليوفينتوس فابيو بارتيتشي أكد أن اليوفي لم يجري أي اتصال بتاتا مع كوارديولا ولم يفكر بالموضوع حتى ويتولى كوارديولا الإشراف على الستي منذ صيف 2016 وقاده هذا الموسم إلى تحقيق ثلاثية تاريخية في إنجلترا من خلال الاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز والفوز بكأس إنجلترا وكأس الرابطة ويبحث يوفينتوس الذي توجه بطلا الموسم الثامن تواليا المدرب من الموسم المقبل بعد إعلان أليغري الرحيل في ظل تقارير عن خلافات بينه وبين أعضاء في الإدارة حول خططه المستقبلية وفشل أليغري هذا الموسم في قيادة الفريق إلى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ عام 1996 للرغم من انضمام البرتغالي كريستيان ورونالدو أصيف الماضي قادما من ريال مدريد الإسباني وأكد بارتيتشي بأن ناديه سينتظر حتى نهاية الموسم ليعلن هوية المدرب الذي سيخلف أليغري علما بأن تقارير صحفية أشارت اليومين الماضيين إلى أن نادي مدينة تورينو أبرم اتفاقا مع الإيطالي ماوريس يوساري مدرب تشيلس الإنجليزي حاليا للإشراف عليه في الموسم المقبل من إيطاليا إلى هولندا حيث صرح مدفع ياكس والمنتخب الهولندي ماتيس ديلاخت أنه لم يتخذ القرار النهائي بخصوص مستقبله والنادي الذي سيلعب له الموسم المقبل ديلاخت الذي قاد أيكس لنصف نهاء دوري أبطال أوروبا ولقب الدور الهولندي مطلوب من أكبر الأندية الأوروبية في مقدمتها نادي برشلونة ومانشستر يونايتد لكنه لم يستقر بعد على قرار نهائي إلى عالم الكرة الصفراء حيث حقق سويسري روغر فيدرر المصنف ثالثا عودة ناجحة في أول مشاركة له منذ أربع سنوات وتأهل إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنستان البطولات الأربع الكبرى وفي أول مباراة يخوض على ملعب رولان كاروس الترابية منذ عام 2015 تفوق فيدرر على الإيطالي رونسستو سونيغو بثلاث مجموعات نظيفة وبواقع ستة اثنين وستة أربعة وستة أربعة ويلتق السويسري في الدور المقبل مع الألماني أوسكار أوتا الفائز على التونسي مالك الجزيري كما حقق اليوناني ستيبانوس المصنف سادسا بداية قوية وتخطى الدور الأول في أقل من ساعتين بفوزه على الألماني ماكس مليان مارترر بثلاث مجموعات أيضا وبواقع اثنين ستة وستة اثنين وسبعة ستة ولم يقب الياباني كينيشي كوريا السابع عن قائمة المتأهلين ليتخطى الدور الأول على حساب الفرنسي كونتان هاليس بثلاث مجموعات نظيفة لاحقا ليركب بركب المتأهلين للدور الثاني نجح لعب المنتخب المصري للسكواش في الهيمنة على كؤوس بطولة إنجلترا المفتوحة والبالغ مجموع جوائزها مائة وثمانية وستين ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات وحقق لعب الفراعنة رقبا مميزا بعد فوز الثنائي المصري محمد الشوربجي ونوران جوهر بلقب البطولة العريقة والتي بدأت مطلع القرن الماضي وحصد الشوربجي لقب الرجال فيما فازت جوهر بلقب السيدات للمرة الثانية على صعيد الاستكواش المصرية بعدما حقق محمد الشوربجي ونور الشربيني اللقب العام 2016 وسعى بطل العالم لبريطاني الويس هاملتون الفارقة في صدارة ترتيب بطولة العالم للفورمولا ون بعد تحقيقه لقب جائزة موناكو الكبرى في المرحلة السادسة من البطولة وحفظ هاملتون سائق ميرسدس على أفضلية انطلاقته من المركز الأول متصدرا السباق طوال لفاته الثمانية والسبعين على رغم ضغوط كبيرة من سائق الريتبول الهولندي ماكس بيرشتابين الذي عبر خط النهاية في المركز الثاني وحقق هاملتون فوزه الثالث في الإمارة بعد الفين وثمانية والفين وستة عشر ورفع عدد انتصارات هذا العام إلى أربع بعد البحرين والصين وإسبانيا وإلى سبعة وسبعين طوال مسيرته وفي عالم المحركات أيضا فاز الإيطالي داريو كاتادولو بسباق المرحلة الخامسة عشر في طواف إيطاليا للدراجات الهوائية هذا الفوز هو الأول للدراجة لطالي في الطواف متفوقا مع مواطنه ماتيا كاتانيو على الدراجين في السباق أو على الدراجين في السباق وحافظ الدراج الإكوادوري ريتشارد كاراباز على صدارة الترتيب العام للطواف وسيكون اليوم يوم راحة للدراجين على أن تتواصل المنافسة في السباق يوم الغد اشتركوا في القناة وقبل الختام مشاهدين هذا تذكيرنا بأبرز العنون الزمالك المصري يتوج بلقب بطل مسابقة كاس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ثرى فوزي على ضيف نهضة بركان المغربي بركلات الترجح أطلنطا وإنتر ميلان يضمنان التاهل على مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزهما في الجولة الأخيرة على ساسولو وإنبولي على التوالي وصلنا بكم للختام شكرا لكم على طيب المتابعة في أماني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر